تعزز تركيا علاقاتها أكثر مع الجمهوريات الناطقة بالتركيا تستقبل وزيري خارجية تركمانستان وأذربيجان في أنقرة قمة ثلاثية هي الخامسة من نوعها لتهزيز التعاون المشترك بين هذه الدول تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات والتفاهمات يحرص الأتراك على أن تصبح بلادهم مركز عبور للغاز الطبيعي إلى أوروبا لا سيما بعد التفاهمات التي حصلت بين باكو وعشقباد حول موارد الطاقة في بحر قزوين نحن سعداء جدا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أذربيجان وتركمانستان حول موارد الطاقة في بحر قزوين وشركاتنا مستعدة للتعاون في هذا الإطار لا سيما فيما يتعلق بمجال الطاقة التقى الموقفان الأذربيجاني والتركمانستاني حول ضرورة التعاون وتطوير العلاقات بينهما برعاية تركية الاتفاق مع تركمانستان حول الطاقة في بحر قزوين سينعكس على مسار العلاقات بيننا وسنعمل عبر المشاريع الموقعة مع تركيا لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا وزير خارجية تركمانستان اعتبر القمة حدثا تاريخيا هذا يوم تاريخي وعقدنا للاجتماع الثلاثي في القصر الرئاسي له معانا ودلالات كبيرة يلتقي أردوغان أيضا بوزيري خارجية كلا البلدين يوري أهمية كبيرة للعلاقات مع دول مجلس التعاون التركي التي تعتبرها تركيا عمقا تاريخيا لها وتحاول العودة إليها عبر بوابة التقارب السياسي والتعاون الاقتصادي والثقافي تسعى تركيا إذن إلى تعزيز تعاونها مع الجمهوريات الناطقة بالتركية والتي كانت يوما جزءا من الاتحاد السوفيتي تعاون سياسي واقتصادي يحاول مزاحمة النفوذ الروسي في منطقة غنية بالموارد الطبيعية وهم قد يخلقوا مساحة صراعا جديدة بين أنقرة وموسكو عدنان جان العربي اسطنبول